اشتركوا في القناة لتوجيهات اللجنة العليا للتخطيط العمراني التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حيث يعد هذا المشروع إضافة نوعية لشبكة الطرق خصوصا وأنه سيتكفل بتخفيف الاختناقات المرورية التي يشهدها المنفذ الرئيسي لقرية بوري في ساعات الذروة الصباحية والمسائية وهو فرصة للقاطنين ومستخدمي الطريق للوصول إلى بوري القديمة والمنطقة الإسكانية الجديدة مباشرة من شارع الشيخ خليفة بن سلمان ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للوزارة في التركيز على حزمة من المشاريع قصيرة المدى والتي تسهل انسيابية الحركة المرورية يأتي التنفيذ هذا المشروع ضمن هذه التوجيهات حيث انتهت الوزارة اليوم من افتتاح هذا المدخل من شارع الشيخ خليفة بن سلمان يؤدي إلى قرية بوري ومنها إلى شارع 71 الواصل بين قريتي عالي وقرية بوري هذا المنفذ سوف يقدم خدمة مرورية وانسيابية من الشارع الرئيسي شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى هذه المناطق خاصة وأنها تشهد ولله الحمد حركة عمرانية كما نرى اليوم وإحنا متوجدين على هذا الموقع حركة عمرانية سكنية وأيضا خدماتية يتكون المشروع من إنشاء مدخل بمسارين لخدمة منطقة بوري وعالي بعرض سبعة أمتار وكذلك توفير مسار للخدمة مفصول عن الشارع المدخل ذو المسارين لضمان انسيابية الحركة والسلام المرورية لقاطنية المنطقة ترجمة نانسي قنقر